لو يا جماعة معانا اللقطة بتاعت محمد عبد المنعم الشوطة اللي شاطها في آخر ثانية في المباراة أنا أنا بقى بفرج على المباراة مافهمتش القرار هو أولا واقف بحوالي 40-50 يار ده بيشوت وإنت عندك بقى الفرقة بتاعت لقالي كلها كانت داخلت قدام آخر 30 ثانية في المباراة تمام؟ وقرر يشوت ده بتسمي إيه؟ يأس 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 التواجد الهجومي الحركية الهجومية إنت بشكلتش حتى خطورة صح إنت ممكن تشكل وكرة تبقى مش مشة ولا توفيق ومتكسبش عادي جداً إنما أنت تشتغل 94-95 دقيقة فيهم يا سيدي 85 ديامة روية 80 ديامة روية ما هعملتش كرة هذه التصويبات بس في كسافة وفي خلاص التمامة يتسند على حد يتعلق الكرة تحطاها على جنب أو سافر بعدها الحاكم لكن قرار غريب جداً أنا بالنسبة لي هي تصويبت يأس من محمد عبد المنعم إن في حاجة ممكن تحصل في الهجمة دي ودي غريبة جداً برضو زي الكرة اللي قبلها الغريبة بعدم تواجد مهاجم جواد 18 و3 لعيبة فقط في ديامة 93 من المباراة في الكرة الوحيدة عظيم فإجمالاً الأهل لم يقدم مسحق عليه الفوزلو ترجمة نانسي قنقر